طرار الحرب تتكزه القيادة السياسية والجيش المصر نحن واثقون كل الثقة في القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقواتنا المسلحة البواسل وقواتنا المسلحة البواسل في أننا قادرون على حماية حقوقنا وقلنا المية قصتها الدم نقطة المية اللي اضيح مننا قصتها دم قولاً وحيداً والكلام ده بقى مش بقوله كده لا ده البرلمان المصري البرلمان المصري فوض خلوا بالكوا بقى من الكلام ده كنا بنطالب قبل كده بقلنا كتير في جزح علقة فاتت بنطالب البرلمان بنطالب البرلمان يحط إيده معانا في القضية دي البرلمان المصري بالأمس بعد ساعات من انقطاء الجلسة الأولى في مجلس الأمن في جلسة الكلمات فوض البرلمان المصري أمس امبارع بعد ساعات من انقطاء جلسة المجلس الأمن فوض البرلمان المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر والقائد الأعلى للقوات المسلحة في جلسته العامة أمس باتخاذ ما يراه مناسبا من؟ الرئيس باتخاذ أن يتخذ الرئيس ما يراه مناسبا لحماية الأمن المائي لمصر من التهديدات التي يمثلها السد الأثيوبي هذا التفويض يسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية باتخاذ أي إجراء يراه ضروريا يشوف ضروري بما في ذلك العمل العسكري ده عشان وضع حد للتهديد الذي يمثله السد على حصة مصر من المياه في النيل طيب لحد هنا زي ما قلت كده خلص الكلام آه خلص الكلام خلاص البرلمان فوض الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الخيار العسكري بات وشيكا وهو الأقوى أحد الخيارات المطروحة أمام القيادة السياسية وأمام الجيش وأمام الدولة المصرية الشارع المصري عن بكرة أبي إلا شرزمة قليلون لا وزن لهم على الإطلاق ناس بتصطف المياه العكرة ناس ما لهاش قيمة ولا لها وزن وخلاص انتهوا خلاص لم يعود له موجود على الأرض بعض زيولهم بعض أذنابهم يصطدون في الماء العكر بس خلوا بالكو بقى ان الوعي وعي الشعب المصري بالقضية دي بالذات أنا لم أجد من خلال شغلي وبخبرة المتوضعة كده لم أجد الشعب المصري ملتفا ومتماسكا في قضية مثل قضية سند الناط وراء القيادة السياسية وراء الشعب اسمي مادلين حنة سني 29 سنة كان وزني قبل العملية 155 وبعد العملية وصلت المية بخلال السنة ويكون عندي مشاكل كتير في ارتجاع في المريء وفي التنفسه في الحركة ودكتور كريم ساعت اختار لي تحويل مصهور ومن ساعة العملية وانا صحيتي بقيت أحسن وبقيت عارفة تحرك أكتر وعارفة تعمل أحسن وباخد الفيتامين والكالسيوم بتعتي بصفة مستمرة وصحية الدراتي بقيت أوضل كثير عن الأول طبع وانا بذكر دكتور كريم جدا عشان هو لما اختار لي تعملية تحويل مصهور كانت أفضل كتير ليا عشان ارتجاع المريء اللي كان عندي ودلوقتي بقيت أحسن كتير عن الأول فانشكرا دكتور كريم اشتركوا في القناة